السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي التجاري جداروت في حلقة جديدة من وحدة تأمين السرقة وطبعا زي ما احنا فاكرين للحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أن وحدة تأمين السرقة بتنقسم إلى حاجتين أو مخرجين المخرج الأولاني بيتكلم عن وصيق التأمين خيانة الأمان والمخرج الثاني بيتكلم عن وحدة اللي هو السرقة بالإكرار خدنا الحلقة اللي فاتت اللي هو تعريف وصيق التأمين خيانة الأمان وقلنا أنه هو إيه؟ أنه بتلتزم شركة التأمين بتلتزم شركة التأمين بتعويد المؤمن له المؤمن له اللي هو صاحب العمل بتعوضه عن إيه؟ لو حصل اختلاص او تبديد او خسارة بتلحق بأمواله نتيجة ايه نتيجة تبديد او اختلاص اختلاص من مين من العامل اللي هو متأمن عليه اللي هو المؤمن عليه يبقى هنا دي واسيك التأمين اللي هي خيانة الامان وكلمنا بردك عن الوصيقة وقلنا ان التزامات المؤمن له اللي هو صاحب العامل اثناء مدة التأمين او خلال مدة التأمين ايه هي التزاماته اول حاجة من التزاماته ان هو لازم يعمل الجرد الدوري لازم يعمل جرد دوري ومراجعة دورية ومستمرة على العهدة الموجودة مع المؤمن عليه وكلمنا بعد كده عن التزامات اللي هو المؤمن له عن ايه اثناء حدوث اللي هو الحادث او اختلاص او تبديد هيبدأ يعمل ايه الخطوات او ايه هي الالتزامات اللي هو يقوم بيها اول حاجة لازم ان هو يبلغ اللي هو شركة التأمين اللي حصل اختلاص او تبديد تاني حاجة لازم يبلغ الشرط تالت حاجة لو هو بلغ الشرطة لازم اننا يبلغ شركة التأمين برقم المحضر بتاعه لو هنا المؤمن عليه ده لالتزامات او مستحقات مالية لازم ان هو يوقفها ما يدهلوش الا لحد ما ايه ما يشوف مين المتسبب على الاختلاص ده طبعا النهار ده بقى هناخد الاستثناءات من التغطية التأمينية في وصيق التأمين اللي هو خيانة الامان وهنا زي ما احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت الاستثناءات دي يعني شركة التأمين ما بتعوضش شركة التأمين ما بتعوضش عن لو حصل حاجة في الجزء ده فهي شركة التأمين ما بتعوضش زي ايه زي لو هو حصل اختلاص او تبديد اثناء حصل حريق او سطو او انفجار او فيضان لو هو حصل الاختلاص ده اثناء الحريق او اثناء الفيضان او اثناء او مثلا الاختلاص ده تلع ان صاحب او من افراد العيلة هو اللي عمل الاختلاص ده طبعا كده هي شركة التأمين ما بتعوضش عليه لو احنا جينا مع بعض وشوفنا ايه هي الاستثناءات من التغطية التأمينية لوسيقية خيانة الامانة اول حاجة التبديد او الاختلاص الذي يرتكبه المؤمن عليه اثناء اشتراكه في اضرابات شعبية او مظاهرات او عسيان او تمرد او تآمر يبهي هنا لو حصل اي اختلاص فيه لو حصل اي اختلاص او تبديد فيه في مظاهرة او تمرد او اي حاجة من او مظاهرات شعبية دي الجزء ده لو حصل الاختلاص هنا شركة التأمين ما بتعوضش ليه ما بتعوضش لان هنا فيه مظاهرات ممكن اللي هو مختلص ده هيقول ان انا مش انا اللي عملت ده ده حصل تظاهر او مظاهرات فهو ادى الى ان فيه حد هو اللي اختلص فهنا لو حصل اي اختلاص او تبديد اثناء المظاهرات او التمرد هنا شركة التأمين ما بيه ما بتعوضش عليها طب التاني حاجة من الاستثناءات التبديد او الاختلاص الذي يرتكبه المؤمن عليه اثناء وقوع حريق او انفجار او فيضان او ثورة بركين او الزلزال او اي حدثة طبيعية اخرى يبقى هنا برضا كزي ما احنا قيلين يبقى هنا لو حصل اي اختلاص او تبديد في اثناء المزاهرات كده شركة تنمين ما بتعودش طب لو حصل حريق او فيضان او زلزال او اي كارثة طبيعية هنا شركة التأمين ما بتعودش نتيجة اللي هو الاختلاص ده او التبديد طب ثلاث حاجة التبديد او الاختلاص الذي يرتكبه المؤمن عليه اذا كان له الحق التوقيع او التصرف المنفرد عن صاحب العمل اللي هو المؤمن له لو الشخص ده من حق ان هو يوقع او يتصرف نيابة عن صاحب العمل هنا شركة التأمين ما بتعودش برضك عليه لان ده يعتبر ان هو ليه حق التوقيع والتصرف فيه الاموال فشركة التأمين ما بتعودش طب رابع حاجة التبديد او الاختلاص الذي يرتكبه من احد افراد اسرة صاحب العمل اللي هو المؤمن له من الدرجة الاولى يبقى هنا لو حصل اختلاص لو الشخص ده من افراد العيلة من الدرجة الاولى وحصل اختلاص او تبديد هنا شركة التأمين ما بتعودش يبان عندي من الاستثناعات هم اربع حاجات لو حصل فيهم تبديد او اختلاص هي شركة التأمين ما بتعودش لو حصل حريق حصل سطو او حصل حريق او زلزان او بركان او فيضار او حصل ان الشخص ده اللي هو العامل ده هو ليه حق التوقيع والتصرف نيابة عن صاحب العمل او رابع حاجة اللي هو ايه ان لو حصل الاختلاص ده من افراد العيلة اللي هو من الدرجة الاولى مثلا ابنه بنته اخوه هو ده اللي اختلاص فكده هنا شركة التأمين ما بتعودش في الاجزاء او في الاربع اجزاء اللي احنا او النقاط اللي احنا وناهم دون طب بعد كده هناخد ايه هناخد عمليات بيع التأمين عمليات بيع التأمين بتلعب العلاقة الشخصية مع العملاء دورا مهمة في مبيعات التأمين وان عمليات البيع التأمين بتختلف عن عمليات البيع للسلعة الاستهلاكية التي يسعى اليها الزبون نفسه وفي حين ان عمليات البيع التأميني بيقتضي ذهاب البائع نفسه الى المشتري او عرض عليه خدمته بشكل غير مباشر اللي هو الاعلان يبقى هنا الاعلان ان انا ابدأ ان انا اعمل ايه ان انا ببيع الوثيقة طب انا ببيع الوثيقة هي بتختلف بيع التأمين عن البيع السلعة العادية البيع التأمين ان هو البائع هو اللي بيروح للمشتري هو اللي بيروح للمشتري اللي مكانه عشان يبدأ ان هو يبيع الوثيقة الخاصة بيه هنا بتختلف من وثيقة للوثيقة تانية أو بتختلف الوثيقة باعة التأمين عن اللي هو السلعة طيب بتختلف ازاي لأن هنا اللي بيبيع وثيقة التأمين هو بيبيع بيروح للعمير أو اللي هو المؤمن له علشان يبيع له الوثيقة اللي هي مناسبة لي أما اللي هو بيع السلعة هو المشتري هو اللي بيروح للبيع هنا العكس أن بيع التأمين هو البائع هو اللي بيروح للمشتري طب بعد كده وسائل الاتصال بالعملاء عندي وسائل الاتصال بالعملاء لا يمكن لشركة التأمين الاستمرار بنشطها دون خلق روابط واتصالات مباشرة مع العملاء وذلك عن طريق اللي هي المقابلات الشخصية وسيلة التليفون أو الوسائل البريدية طبعا لو احنا هنا بنبيع الوصائق التأمين ياما بنروح المقابلة الشخصية في مكان عمله ياما بناتسل بيه تليفون ياما عن طريق وسائل البريدية يبني عندي ثلاث طرق للتعامل أو بيع الوصائق ياما المقابلة الشخصية ومقابلة الشخصية دي بيكون في مكان عمله أو في أي مكان هو بيحدده يأما بينكون عن طريق التليفون وثالث حاجة عن طريق البريد الإلكتروني أو الوسائل البريدية هناخد أول حاجة اللي هي المقابلة الشخصية المقابلة الشخصية دي هي النقاط الأساسية التي يجب مراعطها أثناء إجراء المقابلة هي ما يلي إيه هي النقاط ده؟ عدم التحدث في السياسة أو الدين لو أنت بتتكلم مع العميل ما تتكلمش عن السياسة ولا الدين طب تاني حاجة الانتظار حتى يستكمل العميل عرض موضوعه ثم الرد عليه دون مقطعة كلامه أو تكذيبه حتى ولو لم يكن صحيحه يبقى هنا أول حاجة في المكالمة التليف أو المقابلة المقابلة دي على طول على طول لازم أن أنت ما تتكلمش خالص ولا في السياسة ولا في الدين تاني حاجة من النقاط المهمة أثناء المقابلة أن أنت بتتكلم مع العميل بتسيبه لحد ما هو يخلص كلامه وما تقطعهوش ولو هو قال كلام غير صحيح ما تتدلوش أن هو أخطأ أو أن هو بيقول كلام خطأ لازم أن أنت تتيله بمساحة أنه يتكلم ولازم أن أنت ما تقطعهوش في الكلام دي أثناء المقابلة علشان لازم هنا بتحسس العميل أن هو شخص بيقدر أن هو يتكلم وما تقطعهوش في الكلام أو في الحديث طب نقطة الثالثة عدم معارضة العميل في الأشياء التي يؤكد عدم رغبته فيها لو هو قال أنه هو مش عاوز وصيقة معينة من الوصائق أنت لازم تلتزم بيها ولازم أن أنت تقوله خلاص تمام ما تعرضوش يبين عدم معارضة العميل في الأشياء التي يؤكد عدم رغبته بها أربعة عدم إثارة الموضوعات التي يمكن أن يستفز بها العميل طبعا أنت أصلا بتبقى رايح وشايف وعارف العميل ده إيه الحاجات اللي هي بيستفزها فطبعا لازم تكون دارس العميل قبل ما تروح له لازم تعرف إيه نقاطه الضعف وكوة بتاعته لازم تعرف إيه هي إيجابياته أول ما تعرف الحاجات دي وإيه الحاجات اللي هي بيستفز بها العميل لازم لو أنت عرفت الحاجات دي ما ينفعش أن أنت تتكلم حاجات تستفز العميل عدم التحدث مع العميل أو تقوله حاجات إن هو يستفز بها خمس حاجة عدم الاسترطاة بالحديث مع العميل دون معرفة كافية به وبرغباته طبعا إحنا قايلين أن لازم أن أنت تعرف كل حاجة عن العميل وإيه هي رغبته وبتبدأ أن أنت تتحدث معي كن على علم بالتغطية التأمينية الجديدة في السوق المصري أي تغطية تأمينية في السوق المصري جديدة لازم أن أنت تكون عارفها علشان لو العميل بدأ يسألك عليها لازم أن أنت تعرف ترد عليها طبعا إنت في المقابلة دي لازم تكون مجهز ولازم تعرف إيه التغطية التأمينية الجديدة الموجودة في السوق المصري ولازم أن أنت تكون على دراية بكل حاجة للعميل وكل حاجة عن التغطية التأمينية للتأمين علشان لو العميل بدأ أنه يسألك علي أي استفصال تقدر أن أنت ترد عليه بكل سكاة لازم تباين للعميل أن أنت فاهم وعارف كل التغطية وعارف إيه المناسب له أو على حسب المتطلبات له أو إمكانياته المادية والاقتصادية تمام كده؟ يبقى هنا دي هو المقابلة الشخصية والمقابلة الشخصية دي هو اللي بيحددها ممكن يحددها يقولك أن تيجي عنده المكتب أو تروح له أو هو يجي لك المكتب عندك ممكن كمان المقابلة دي تحصل في أثناء مكتبه ولو حصل أثناء المكتب وهو في مكتبه وكان فيه ضيوف ما تبدأش الحديث ما تبدأش الحديث إلا ما هو يستأذنك أو هو يقولك يسمح لك بالكلام ممكن هو يكون عنده ضيوف هو مش عاوز يعرفهم أنه هو يعمل وثيقة أو يعمل حماية تأمينية أو يعمل وثيقة تأمين فما تبدأش الحديث إلا ما هو يقولك أو يسمح لك أن أنت تتحدث طيب النوطة اللي بعد كده وسيلة الاتصال الهاتفية احنا خدنا كده المقابلة الشخصية هناخد وسيلة الاتصال الهاتفية اللي هو التليفون أول حاجة بتحضر أجين تخصة بك وألم لتدوين بعض تفاصيل العميل وموعد المقابلة الشخصية وكتابة العنوان بالتفصيل يبقى هنا في البداية خالص أنت في التليفون بقى أنت بتحضر احنا خدنا في الأول إزاي المقابلة الشخصية هناخد بقى في التليفون التليفون قبل ما تجري المكالمة لازم أنه أنت تتحضر أنت هتتكلم في إيه؟ لازم تعرف العميل ده شخصيته إيه؟ هل هو فاضي في الوقت ده ولا لأ؟ لازم تعرف كل تفاصيل خاصة بالعميل يبقى هنا لازم أنت تتحضر أجين تخاصة قبل ما تتصل بالعميل وإيه الوصائق والتخطية التأمينية اللي أنت هتتكلم عليها؟ ولازم تكون على دراية بالتخطية التأمينية الموجودة في السوق المصري طب النقطة التانية تحديد الهدف من المكالمة وهي أنت تصل بالفعل إلى أنك تأخذ معيد من العميل وتذكر جيداً أن المكالمة بدون هدف تساوي عدم إجراء مكالمة لو أنت ما عندكش هدف في المكالمة يبقى كده تعتبر أنت ما أجرتش المكالمة دي خالص ثالث حاجة الوقت المناسب لإجراء المكالمة سيزيد من فرصة كيام العميل بالرد عليك بمعنى اختيار الأوقات المناسبة لعمل المكالمة الهاتفية حسب طبيعة العمل ووظفته حسب طبيعة العميل ووظفته يبقى هنا الوقت المناسب لازم أنت تختار الوقت المناسب للعميل في عميل بيحب أن هو يتكلم أثناء العمل بتاعه في أوقات عميل تاني بيحب أن هو يتكلم بعد ما يخلص وقت العمل بتاعه في عميل تاني بيحب أن هو يتكلم فترة الصبح قبل ما يبدأ في العمل فلازم أنت تشوف تحدد الوقت المناسب للعميل الوقت المناسب لمين؟ للعميل بتشوف على حسب وقته وعلى حسب الوظيفة بتاعته فيه اوقات الوظيفة بتاعته بتمنع انه هو يتحدث اثناء العمل فلازم تعرف الاوقات المناسبة للعميل عشان تبدأ ان انت تتواصل معي النقطة اللي بعد كده عدم الانشغال اثناء المكالمة باشياء اخرى كاتباعة او كتابة او خربشة لانه بالتأكيد سيصل انشغالك للعميل عن طريق الاختلاف في نبرة صوتك وعدم انتباهك بالتالي سيأخذ العميل انتباع سيء عنك طبعا المكالمة دي بتخصصها للعميل نفسه ماينفعش ان انت تشغل نفسك باي حاجة من الاشياء زي اتباعه زي كتابة اي كتابة او ان انت تنشغل باي حاجة لازم المكالمة دي انت بتخصصها للعميل نفسه علشان ما تحسسهوش ان هو ملهوش ايمة لازم تحسسه ان انت مهتم بالمكالمة بتاعته لازم ان انت تحسسه ان المكالمة دي انت بتخصص الوقت ده كله ليه هو او للمكالمة بتاعته لان لو عميل حس ان هو ان انت مش مهتم بالمكالمة ممكن ان هو ينهي المكالمة معك النقطة اللي بعد كده لازم تحدد المعلومات الاساسية اللازم تقولها في المقابلة لازم تقول ايه المعلومات اللي هتقولها في المقابلة قبل ما تبدأ تتسر بالعميل حدد اهم المعلومات اللي لازم تقولها في الاقل اهمية عشان لو فيه وقت المكالمة معاك محدود تبقى محدد المعلومات الرؤوسية اللي مش هتختصرها والمعلومات اللي ممكن تختصرها لازم ان انت تحدد عندي المعلومات الاساسية لازم تقول انا عندي معلومات اساسية ومهمة جدا لازم العميل يعرفها وفيه معلومات ايه مش مهمة او حاجة ايه مش لازم ان انا اقولها للعميل لازم تحدد ايه هي المعلومات الاساسية والمعلومات الفرعية عشان لو هو حددلك معادي المكالمة قالك مثلا عشر دقيق يبقى انت تقول المعلومات الاساسية اللي انت عاوز توصلها للعميل ولازم طبعا متفقين ان قبل المكلمة لازم تكون محضر للمكلمة بتاعتك وتعرف المعلومات الاساسية اللي انت هتقولها للعميل النقطة اللي بعد كده ان انت بتحدد نمط وشخصية العميل وانك بتعرف بسرعة من طريقة الكلام نمط شخصية اللي بيتكلم وده بتكتسبه مع الخبرة هيساعدك كتير انك تكلمه بطريقة تناسب شخصيته وتساعد على اتمام عملية البيع بنجاح لازم ان انت تحدد نمط الشخصية العميل هل الشخص ده او اللي هو بدأ في الشغل من البداية هيعرف يحدد نمط العميل من اول مكلمة لا دي بتاخد او بتكتسبها بالخبرة خبرتك كعميل او خبرتك ان انت فني تأمينات بتبدأ ان انت تبيع الوثيقة وتعرف نمط شخصية العميل عن طريق تليفون عن طريق صوته لو انت قدرت تحدد النمط ده هتقدر ان انت تتعامل مع العميل وتقدر ان انت تكسبه تقدر ان انت تقنعه بالوثيقة اللي بتاعته او بوثيقة اللي انت بتعرضها ويكون مناسبة للعميل فهنا لازم تكون تعرف او تحدد الانماط الشخصية للشخص طب دي هتكون ايه دي بيها تكون بالممارسة بالخبرة انت هتكتسبها بالخبرة بتاعتك طب النقطة اللي بعد كده ما تحاولش المكالمة نوع من انواع رسائل المسجلة المحفوظة اللي بيتم فيها طرح وعرض كل المعلومات عن الخدمة اللي بيقدمها بعضها حاول تخلي في النقطة تشويق لاتمع مالية المقابلة الشخصية هنا لازم انت في المكالمة ان انت تشوق العميل لازم ان انت تشوقه علشان هو لو انت تشوقته هتلاقيه هو بيجيلك ليه ان هو يعمل مقابلة شخصية الانصاد باهتمام خلال المكالمة وطرق مساحة للعميل يبدو رأيه بدون مقطع منك وخلي المكالمة تدور على شكل حوار او نقاش عن طريق انك تطرح سؤال او اسئلة تبدأ تجمع معلومات منها وعن انتباعه عن الخدمة التي يقدمها له اذا سمح الوقت بذلك يبقى لازم ان انت بتنصد باهتمام خلال المكالمة ولازم ان انت تديره مساحة للعميل بدون مقطع ما تقطعهوش وحاول ان انت تدير المكالمة دي بشكل حوار ونقاش النقطة اللي بعد كده استخدام كلمات ايجابية التي تدفع العميل للتفاعل معك مثل نضعنا نفعل كذا وكذا وهذه الكلمة تعمل على تحفيز العميل الى الاغذب رأيك وجعله يتخذ موقفا ايجابيا حيالك لانه بيجعل بتعاونك معه اضافة انه بيظهر الثقة في قدراتك واستجابة العاملاء معك لازم ان انت تدي كلمات ايجابية بتدفع للعميل انه يتفاعل معك النقطة اللي بعد كده الالتزام بالاداب العامة واحترام العملاء ويجعله قعدة ثابتة واساسية مهما كان مستوى العميل وثقافته الشخصية لازم يكون عندك التزام بالاداب العامة واحترام العملاء النقطة اللي بعد كده التحدث باللغة العربية فقط مع العملاء ولا تحاول ان تدخل لغة اجنبية اخرى النجا غير ملم بها وبطريقة نطقها الصحيح يبقى لازم ان انت تتكلم باللغة العربية ما تحاولش ان انت تتكلم بلغة اي لغة اجنبية تانية افرد ان العميل ده ما عندوش لغة تانية فلازم ان انت بتتكلم باللغة العربية طب افرد ان الشخص ده يعرف لغات كتير بس انت اثناء وانت بتتكلم معاه نطقت لغة او نطقت في اللغة الاجنبية نطق خطأ اتكلمت غلط فما تحاولش ان انت تتكلم باللغات الاجنبية على طول لازم ان انت تتحدث باللغة العربية علشان لو فيه اي ما يقدرش علشان العميل يقدر ان هو يفهمك وطدر ان انت توصله باللغة اللي هو يفهمها معك نقطة لبعد كده المصدقية والوضوح والشفافية هي اساس التفويق والنجاح فلا تتخلى عن احداهما مهما كانت الظروف لازم تكون عندك المصدقية والوضوح والشفافية اثناء المكلمة نقطة لبعد كده كده دي النقاط اللي انت لازم تعملها اثناء المكلمة طب هناخد المزايا استخدام الهاتف في تسويق الخدمة التأمينية اول حاجة من مزاياها اللي هو السرعة في الانجاز والاتصال بالعميل الاحساس المبدأي لرغبة العميل في التعامل او عدم التعامل هنا في المكلمة من المزايا بتاعته ان هو بيعرف ايه ان انا اقدر ان انا اتواصل معي بسرعة تاني حاجة اثناء الحديث في التليفون اقدر ان اعرف او اعرف ان العميل ده هو موافق او عدم الرغبة انه هو يعمل وصيق التأمين خلوا بالكم ان الوسيلة دي بعدها لازم يحصل ايه مقابلة شخصية يعني بعد الاتصال التليفوني لو العميل موافق لازم يحصل ايه لازم يحصل مقابلة مقابلة شخصية فهنا انا بيحدد لي من المزايا ده ان العميل ده هو موافق او عنده رغبة ولا ما عندهش رغبة انه هو يعمل حماية تأمينية النقطة اللي بعد كده طبعا اقل وسائل الاتصال تكلفة في التكلفة هي وسيلة الاتصال هي اقل تكلفة من اجود الوسائل للتسويق في حالة التأمين على الحياة والتأمينات الاجتماعية هي من اجود الوسائل اللي انا بقدر ان انا استخدمها في حالة التأمين على الحياة والتأمينات الاجتماعية هي وسيلة فعالة لتوفير عامل الوقت ان انا بوفر الوقت عشان اقدر ان انا انجز الشغل التاعي وانقدر اقدر اتواصل مع العميل ان انا بقدر ان انا استخدم الهاتف كوسيلة للمتابعة بقدر ان انا اتابع العميل لو خلاص ان هو هيدا يجي عشان يعمل وصيكة اقدر ان انا اتابعه بالتليفون النقطة اللي بعد كده اللي هي وسيلة جيدة لتسوية المنازعات والمشاكل المعلقة التي يمكن حلها دون الاتصالات الشخصية يبقى هنا ينفع ان انا ابدأ ان انا اتواصل معاه بالتليفون محل المنازعات والمشاكل هي وسيلة جيدة للاتصال في الاماكن البعيدة جغرافيا لو العميل ده بعيد جغرافيا اقدر ان انا اتواصل معي طب سلبيات استخدام الهاتف طبعا ليس سلبيات ان غياب العامل النفسي والتأثير الشخصي على العميل يضعف اثر هذه الوسيلة على التسويق هنا غياب العامل النفسي ان انا لو الشخص العميل مش شايفني والعارف ان تبعوتي ولا تعبيرات وجهي او العامل النفسي انا ممكن ما بقاش عارفه العامل النفسي بتاع العامل هو نفسيته عامل ازاي هو كويس يقدر ان هو اتكلم معاه هو ما بيبانش بالتليفون لازم يبان فيستو فيس ان هو وجه عن الوجه ان انا قادر اشوف تعبيرات الوجه بتاعته فالتليفون ده من عيوبه ان انا مبعرفش العامل نفسي بتاعه هل مزاجه كويس ولا لا هل هو عنده مشاكل ولا عنده اوش اقدر ان انا اتكلم معاه على الوسيقى ولا لا فهنا العامل النفسي ده بيكون من السلبيات الموجودة في التليفون او في الهاتف النقطة اللي بعد كده غياب مجد بحالة تطلب تفسير والتحليل للتأمين الجديد هنا ما بقدرش ان انا احلل للتأمين الجديد وان انا افصه هنا وسيلة التليفون لا تراعي الظروف التي يعانيها العميل اصل لحظة الاتصال فقد يكون العميل له ظروف نفسية سيئة انا مش بقدر ان انا احدد العميل ده عنده ظروف نفسية سيئة ولا لا قد لا يعكس الشخصية الحقيقية للمتكلم وعادة ما تكون فتة المكلمة قصيرة بحيث لا تسمح الفرصة مدار البحث او التغيير عن الرأي ان انا انه يبدأ انه يغير من رأيه عدم توفر التسهيلات والتليفونات بسهولة في الظروف المحلية وازدياد الضغط على الاجهزة التليفونية مما يسبب عقبة في التسويق يبقى هنا عندي ممكن الظروف المحلية وازدياد الضغط على الاجهزة التليفون ده بيؤدي الى عقبة في التسويق يبقى احنا اخدنا لو احنا فاكرين اخدنا اللي هي المقابلة الشخصية وان المقابلة الشخصية لازم ان هو يكون بيحضر للمقابلة الشخصية لازم ان هو يكون محضر ويبقى عارف انماط الشخصية العميوم التليفون وقالنا ان التليفون ده لاستطيع ان انه يكون محضر وعارف ايه هي النقاط الاساسية وهي النقاط الفراعية المهمةnamon Laطة المهومة اللي يصط على الكم عشان لو العميل ويصط وقت معين لازم ان ان تقzi المعلومات الاساسية واتكلمنا لازم ان انت بتحدد معه ولازم ما تكونش منشغل بأي حاجة أثناء المكلمة لازم المكلمة العميل دي تديه كل وقتك علشان تحسسه باهتمامك للعميل ولازم تعرف ايه الوقت المناسب ليه دي بالنسبة للتليفون وخلي بالك التليفون دي أو الهاتف لازم يحصل بعد كده لو هو وافق على التخطية لازم يحصل مقابلة شخصية لازم يحصل مقابلة ايه؟ شخصية طب الوسيلة التالتة اللي هو وسيلة البريد البريد اللي هو ممكن بريد الكترون ممكن انا ابعت له رسالة على الموبايل ممكن ابعت له رسالة على الاميل هنشوف مع بعض اهو الاتصال البريد والفاكس والتلاكس والاعلانات الصحفية والانترنت مازال اتصال البريدي ما يلي إن هذه الوسيلة بتفسيرية من حيث إن كان صرد أكبر قضي من المعلومات بصورة مكتوبة بحيث تذهل على القارئ اللي معين وتشرب هذه المعلومات وأغز القرار بالرد أو عدمه هنا وسيلة الاتصال اللي هو بالبريد ده بقدر إن هو يقرأ كل حاجة أبعد له كل حاجة هو يبدأ إن هو يقراها هو يشوف هو يبدأ إن هو نعاوز إن أنا أعمل حماية تأمينية ولا لا هو اللي بيبدأ خلاص أنا بعتله كل حاجة عن التغطية التأمينية فهو بيقراها وبيشوف لو هي منسبة بيبدأ يحصل عملية تليفون وبعد التليفون يبدأ يحصل مقابلة أو ممكن يحصل مقابلة على طول يبقى لازم في العموم كله في الثلاث وسائل لازم يحصل مقابلة شخصية لازم لو حصل البيع عن طريق التليفون لازم يحصل مقابلة شخصية طب لو حصل عن طريق الإيميل أو رسالة إن أنا بعدت على الإيميل الشخصي للعميل كل التفصيل عن الحماية التأمينية للوثيقة لو هو لقى إن الوثيقة دي مناسبة لإحتياجاته أو إمكانياته هيبدأ إن هو يتواصل مع منذوب أو فني التأمين طب النقطة اللي بعد كده إن هي وسيلة جيدة للتوعية التأمينية إن أنا أقدر إن أنا أوعي دي وسيلة تأمينية إن هي بتعطي للمستلم البريد وقتاً كافياً للتفكير وابداء الرأي هو بيبدأ إن هو يفكر ويبدأ رأيه هل أنا هقدر إن أنا أدخل في الوثيقة دي أو هشتري في الوثيقة أو أعمل حماية تأمينية أو لا يمكن الاتصال بأعداء كبيرة من الناس أو العملاء دون جهد حقيق وذلك عن طريق السكرتير هنا السكرتير ممكن إن هي تعمل إيه؟ إن هي تبعط إيميلات لعدد كبير من العملاء عدد كتير قوي ممكن تبعط خمسين إيميل مرة واحدة ممكن تبعط على حق عادي هي بتبعط إيه؟ هي السيغة موجودة أو التفصيل موجود كل حاجة بتبعطها للعميل فممكن تبعطها مرة واحدة لعملاء كتاب فدي من الوسائل هي حاجة كويسة جداً إن أنا قدر أوصل لأكبر قدر من العملاء بعيدة عن اللي هو التليفون التليفون إن أنا لازم إن أنا أتصل بكل عميل لا هنا البريد إن أنا ببعط إيميل عن طريق الإنترنت هنا ببعطه على طول ممكن أبعط لعدد كبير من العملاء نقطة اللي بعد كده إن هي وسيلة بتمهيدية لزيارة الشخصية إن أنا بمحد بقى للزيارة الشخصية حيث تهيئ العميل أو الشخص لكبول تفسيرات لاحقة للبينات المرسلة هنا دي بعملها إن الوسيلة دي بمحد للزيارة الشخصية عشان قبل ما بروح المقابلة ممكن أنا أبعط الإيميل ده فيها كل التفاصيل للوصيقة عشان دي بتسهل لي في المقابلة افرد إن المقابلة دي وعطيني نص ساعة طب أنا النص ساعة دي مش هادرة أديله كل معلومات فأنا ببدأ إن أنا أديله أبعط إيميل قبل ما بروح بكل التفاصيلة عن الوصيقة إن أنا رايحة إن أنا أعرضها عليه هو طبعا كده أنا بديله فرصة إن هو يقراها كويس لو عنده أي استفسارات يبدأ إن هو يستفسارها علشان ممكن إن هنا الوقت بتاعي بيكون قليل في المقابلة النقطة اللي بعد كده إن هو يمكن خلال هذه الوسيلة الحصول على ردود من كبل العملاء وبالتالي بيتهدى باتصالته لفوني يمكن من إنشاء العلاقة بين العميل والمراسل والتي عادة ما تستكمل بزيارة شخصية زي ما احنا اتفقنا إن هو أي وسيلة لازم يحصل مقابلة شخصية طبعا كده إحنا أخدنا اللي هي الوسائل الاتصال أو إزاي إن أنا أعمل عملية بيع الوصيق أو أبيع التخطية التأمينية وإن أنا عندي الثلاث طرق اللي هو عن طريق المقابلة الشخصية عن طريق الهاتف اللي هو التليفون أو عن طريق البريد الإلكتروني ولازم لو لازم الثلاثة دول لازم يبقى فيه مقابلة شخصية ده وأنا عملت تليفون أجريت تليفون لازم أن أنا بعد التليفون ده لو هو وافق يبقى لازم أعمل مقابلة شخصية طب لو أنا بعت بريد إلكتروني لازم بعد البريد الإلكتروني ده بعمل مقابلة شخصية لو هو وافق على التخطية هنيجي البعض كده الجزء البعض كده اللي هي خطوات عملية خطوات عملية ينبغي اتباعها أثناء مزولة حرفة التأمينات إيه هي العمليات اللي أنا أتباعها أثناء مزولة حرفة التأمين أو بيع التأمين أول حاجة التخطيط والبحث لتحديد من هو العميل المتوقع لازم أنت تخطط وتبحث عن العميل المتوقع لك طب بعد كده الاستعداد والتحديد لكيفية المقابلة لازم أنت تستعد للمقابلة وإزاي أن أنت تعمل أستعد إزاي زي ما احنا قلنا لازم تعرف العميل ده وهو إيه أنماطه ولازم تكتب إيه النقاط أو المعلومات المهمة معيك هنا الترتيب للمقابلة نفسه ولازم أن أنت ترتب للمقابلة طب بعد ما رتبت للمقابلة أبدأ أشوف التنجيب والكشف عن الحقائق المتعلقة بالعميل المتوقع يبقى لازم أن أكشف عن الحقائق المتعلقة بالعميل الإيه المتوقع هنا التحضير الفني لاحتياجات العميل المتوقع واختيار أنسب الخطط التأمينية لازم أشوف العميل هو إيه احتياجاته وإيه احتياجاته المتوقع وأبدأ أن أنا أختار الأنسب للخطط التأمينية أنا مراحش الوثيقة وثيقة واحدة للعميل لازم أن أنا أبقى معايا خطط أو وصائق كتير تأمينية اللي هي مناسبة لاحتياجات العميل بعد كده هعمل اجراء المقابلة هنا اجراء المقابلة طبعا بيبقى متحدد المقابلة بتاعتك فانت بتعمل اجراء المقابلة ممكن المقابلة دي بتكون اما عن طريق التليفون او عن طريق المقابلة الشخصية على حسب ما هو متحدد هنا انهاء المقابلة واستكمال الغرض منها هنا خلاص ان انت انهيت المقابلة وبعد كده ممكن ان انت تستكمل الغرض منها اعداد وثيقة التأمين وتسلمها بعد ما بتنهي المقابلة وخلاص انت بتدي ممكن العميل اثناء المقابلة هو بقولك خلاص انا هعمل تغطية تأمينية او هعمل وثيقة التأمين كذا فانت بتبدأ ان انت تعد الوثيقة التأمين وبتبدأ ان انت تسلمها للعميل طبعا قبل اعداد الوثيقة لازم هنا أثناء المقابلة لهو آي الموافق أنه يعمل تغطية تأمينية لازم يكتب الطلب ولازم أن أنت تساعده في ملء الطلب وبعد كده بتروح شركة التأمين وتبدأ أن أنت تعمل وصيكة التأمين وأن أنت بتسلمها للعميل وبعد كده أن أنت بترتيب العملاء وآخر حاجة أن أنت تشعر العميل دائما أنك بجانبه لازم أن أنت تشعره أنه أنت بجانب العميل وأن أنت مهتم بإحتياجات العميل بتاعه ما ينفعش أن أنت تبقى موجود وما تحسس العميل أن أنت مش مهتم به أو أنت مش في جنبه لا لازم أن أنت تحسسه أن أنت جنب العميل وأن أنت عامل على مصلحته مثلا هو اختار وصيقة مش مناسبة لإحتياجاته لازم أن أنت تقوله أن الوصيقة دي هي مش مناسبة بس فيه وثيقة واحد اتنين ثلاثة ولازم ان انت تكنعه عشان تحسسه انه انت مهتم بيه منفعش ان انت اول ما يلاقي الوثيقة مناسبة خلاص ان انت بتقول خلاص او هيشتري الوثيقة خلاص لا لازم ان انت تحسسه او تشعره ان انت بجانبه وطبعا زي ما احنا اتفعنا اثناء المقابلة لازم ان انت بتعرض الوثيقة بعد ما انت اعرضت الوثيقة وعرفت ايه هي احتياجاته وامكانياته لو هو وافق اثناء المقابلة بيبقى طبعا انت معاك طلب للتأمين الطلب التأمين بتبدأ العميل يبدأ يكتب طلب التأمين والنت تساعده فيه بيانات تساعد ان هو يكتبها بس مش انت اللي تكتبها مش انت اللي توقع بالنيابة عنه لازم ان هو يكتب كل التفاصيل البيانات الخاصة به بس لو هو بيكتب الطلب التأمين ده حابب ان انت تساعده ان هو بتقول له دي جزء ده بيتكتب فيه ايه? طبعا بعد ما كتب الوثيقة طبعا انت لو المقابلة دي كانت فيه مكان العميل طبعا بترجع لشركة التأمين وتبدأ ان انت تعد الوثيقة الخاصة بالعميل وتبدأ ان انت تسلم له الوثيقة. بس طبعا بتبدأ تسلم له الوثيقة دي او ما تعمل اعداد الوثيقة لازم بيبقى فيه معينة للوثيقة. دي الخطوات اللي ينبغي ان احنا نقوم بيها اثناء عملية بيع الوثيقة. طب النقطة اللي بعد كده. طبعا هنشوف شكل لنموذج طلب التأمين. نموذج طلب التأمين بيبقى شكله ايه? هو بيبقى على شكل ثلاث صفحات. اول جزء منه اللي هو لازم يبقى فيه ايه? اسم المؤمن له. بيبقى فيه الوظيفة بتاعته. بيبقى فيه اللي هو رقم التليفون. اه لو فيه ايميل. هنا هنبدأ نشوف مع بعض شكل طلب التأمين. هنا لو احنا شفنا مع بعض اهو نموذج طلب وصيك التأمين خيانة الامان. اول حاجة اسم المؤمن له. اللي هو صاحب الشرك. هو عنوان. هنا الهاتف والمهنة بتاعته. هنا مدة التأمين. انا عاوز مدة التأمين من وإلى. انا عاوز مثلا المدة تلات سنين. هتبدأ من واحد واحد عشرين عشرين الى واحد واحد كام. هنا هتبقى اه اتنين وعشرين. اه بعد كده. امناء الخزائن المطلوب التأمين عليه. اللي هم المؤمن عليهم. لو انا عندي امناء الخزائن. مثلا هم خمسة. هم موجود عندك فيه. اه طلب التأمين هم خمس اسامي. بتبدأ تكتب. ممكن تكتب واحد بس. لان انا عندي امين مخزن هو واحد بس. او امين خزنة هو واحد بس. او اتنين او تلات او خمسة على حسب. اللي هو هيعمل اللي يكتب المؤمن عليه. طبعا هنا هيكتب الاسم. سنوات الخبرة. الوظيفة. هنا مبلغ التأمين. هنا المكان. هو شغال فين? او ماسك ايه? هنا وصف معاملة النقد منذ استلامه. الى لحظة اداعه بالمصرف. بوصف هنا النقد بتاعي ايه هو? هل هو نقدية? طب هو في الخزنة بيدع فين? هل يدع جميع النقود او النقدة اللي هزي تستلمنوه يوميا في المصرف في نفس اليوم? لو نعم بنعمل النعم. طب لا بنحط صح هنا يا نعم او لا. هل تحتفزونا ببعض النقد يعني الفلوس? لو انت بتحتفز بتقول نعم? لو انت ما بتحتفزوش بيكتب لا. ازا كان كذلك في غرض. في غرض ايه? انت بتحتفزو في غرض ايه? ما هو معدل التفتيش الفعلي لهذا النقد? انت بتفتش امتى? او كل قد ايه? ومين بيكون بالتفتيش? ازا كان معدل الكشف والتحقق للايداع? النقد دي بالمصرف. بتذكره. من يكون بالكشف? وما هو اسلوب اللي هو المتبع? هنا هل يسمح للموظف الذي يتعاملونا بالنقد بعمل كيود في سجل الاستاذ? لو اه بنكتب اه نعم بنسمح? طب هل يسمح للموظفين الذين يتعملونا بالنقد ان هما يقدموا حسابات للزبائن المتاخرين في الدفاعات? هل يتم صرف المصرفات مع عدة النصرية للسكوب? ما هي المستندات او الازون اللي بيبرز في السكوب او عند التوقيع? هل لديك الصلاحية بالتوقيع? لو هو لدي الصلاحية بالتوقيع بيكتب نعم. لو لأ بيكتب لا. هل يطلب اه توقيع ثاني للسكوك? هل فيه توقيع تاني? لو نعم او لا. طب ان لم يكن فيه حدود السكوكة التي لم تتطلب توقيع ثاني. طب ما هي صلاحية المطلوبة قبل دفع نصرية? طب ما هو النظام المتبع في تسجيل النصرية? كل عارفك يا كل ده اللي هو طلب التأمين. طبعا فيه جزء تاني? هنا بتعد كشوف الرواتب والاجور من اطراف غير الموظفين الذين يدفعون الاجور والرواتب? اه ولا لا? طب ما نظام تضفك الكشوف الرواتب والاجور? ما اسلوب معالجة الرواتب والاجور الغير المدفوعة المستحقة? ايه الاسلوب اللي انت بتستخدمه? طب كيف هيتم اكتشافة خال اسماء او مبالغ وهمية في الكشوف? انت ازاي بتكتشف لو فيه اسماء او مبالغ وهمية في الكشف? ايه الطريق اللي انت بتقدر ان انت تكتشفها? طبعا هنا هو بتطفيق او تطقيق ومراجعة النقد مع كشف المصرف ومستندية التحصيل والفواتير? ازاي ان انت تدقق المبالغ اذنسرية? والطلب عائلة الموظف المختص? ابرز البوكي? هنا فحص بطاقات التأمين الاجتماعي? للتأكد من التوابع الملصقة? هنا بتتأكد من ان المبالغ المسحوبة للتأمين اسبوعية? من هو السجل الممسوك بمخزون? ما معدل مراجعة المخزون? من يكون بمراجعة المخزون? كيف يتم الكشف التلاعب او العجز بالمخزون? هي دي كل ده طلب التأمين. لازم ان انت تكون عارف كل طلب التأمين وزي ان انت بتكتبه. طبعا هنا انا باوريكم بس شكله بس بعد كده الحلقة اللي بعد كده هنتكلم عليه. كيف تسجل المجبوضات النقدية? كيف تضفر او هذا الكشوف? معدل مرات هذا التدقب او عدد مرات هذا التدقب? هل تدفع المجبوضات يومية? هل توضع الحساب? عدد مرات ارسال الحسابات? شوف يعني انا بس بوريكم بس شكل طلب التأمين. انا جزأته كده. هل مبلغ الخسارة كم? كيف تم عملية الخيانة او اصخر الخطوات اللي اتخذتها لعدم تكرار ذلك? ايه هي الخطوات اللي انت بتاخدها لعدم تكرار ذلك? طبعا هنا لازم ان انت آآ هل تقدم بطلب بخصوص التأمين على اي من الموظفين لهذه الشركة او لشركات اخرى? اسم الموظف? هنا بتكتب اسم شركة التأمين? هل قبل التأمين او رفض? وطبعا لازم هنا في الاخو خالص في طلب التأمين اللي هو اقرار. الاقرار لازم هنا توقيع طالب التأمين اللي هو المؤمن له والتحرير. ده كان هنا شكل اللي هو طلب التأمين. زي ما احنا اتفقنا ان طلب التأمين هو بيكون تلات صفحات. وتلات صفحات ده بيكون فيه بينات كتيرة لطلب التأمين. ولازم ان انت بتساعد العميل ان هو يملأ طلب التأمين. طبعا احنا للحلقة الجاية ان شاء الله هنكمل وهنقول ازاي تكتب طلب التأمين وتملأ. وايه البنود الموجودة فيه? طبعا فيه بنود طبعا انت كفني تأمين انت مش بتكتب فيه حاجة. هنبدأ في الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم او ازاي نملى طلب التأمين. ولازم هنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا اخدنا فيه الحلقة ازاي ان انت تملى او ازاي شفنا شكل طلب التأمين. وطبعا احنا شفنا مع بعض اللي هو شكل طلب التأمين. شفنا الشكل بتاعه واحنا قلنا ان شكل طلب التأمين هو تلات صفحات. هنبدأ ان احنا نملى عليه. ولازم هنا اقرار. الاقرار لازم ان انت زي ما انتو شايفين اهو. الاقرار لازم يبقى هنا العميل او اللي هو المؤمن له. هو بيوقع عليه بتاريخ التحرير بتاعه. وبعد كده زي ما احنا شايفين في الحلقة الجاية احنا هنكمل في الحلقة الجاية هنكمل ايه? هنكمل ازاي ان انت تملى طلب التأمين. واتفقنا ان طلب التأمين ده مش انت اللي بتكتبه. بأكد عليكم. مش انت اللي بتكتب طلب التأمين. اما المين اللي بيكتبه. شو طالعنا سامعيكم بتقوله ان هو العميل اللي هو المؤمن له. هو اللي بيكتب طلب التأمين. ولازم هو اللي بيكتبه بنفسه وهو اللي بيوقع عليه. طبعا كده هنبدأ ناخد طب او احنا اخدنا ايه في الحلقة من بدايتها. اتكلمنا عن وصيق التأمين خيانة الامانة. وقلنا ايه هي التزامات المؤمن له عن مؤمن له عن ايه? عن اللي هو اثناء الوصيقة او اثناء مدة التأمين. قلنا اللي هو التزامات المؤمن له ان هو يبدأ ان هو يعمل ايه? يعمل مراجعة او مراجعة مستمرة ودورية ويعمل جرد مستمر ودوري على العهد للعامل. عشان يتأكد من ان هو العهدة موجودة. واتكلمنا عن عملية بيع الوصائق. وقلنا عملية بيع الوصائق ينفع ان انا اعمله بتلات طرق. طب هما تلات طرق ايه هما? اللي هو عن طريق المؤابلة الشخصية. عن طريق التليفون وعن طريق البريد الكتروني. وقلنا عن طريق المؤابلة لازم ان انت تكون محضر الكلام اللي انت هتقوله للعميل. ولازم تعرف انماط العميل ايه هو? شخصية العميل. ولازم ما تيجي تعمل المؤابلة الشخصية. لازم تكون محضر كل حاجة انت هتقولها. لان خلي بالك ممكن يكون العميل هو عند وقته معين او وقته سمين. ما يقدرش ان هو يقعد فترة طويلة. فلازم انت تكون محضر المعلومات الاساسية اللي انت هتقدر ان انت تعرضها للعميل. وطبعا برضك في الوسيلة التانية اللي هو التليفون. والتليفون لازم برضك ان انت تتحضر كل حاجة. ولازم تعرف ايه? النقاط المعلومات الاساسية والمعلومات الفرعية. ولازم ان انت تعرف هو معاد العميل بيكون مناسب امتى? طبعا زي ما احنا قلنا ان العميل بيكون وقت المقابلة بتاعت او وقت التليفون يقدر ان هو يتكلم في وقت صباحي في الصبح قبل ما يبدأ الشغل. في عميل تاني بيبدأ ان هو ممكن ان هو يتكلم معاك بعد ما بيخلص بالليل او بعد وقت العمل. في عميل عادي ممكن ان انت تتكلمه اثناء العمل. على حسب كل عميل والوظيفة بتاعت. فهو بيبدأ ان هو يتعرف وقت المناسب ليه عشان تقدر ان انت تتكلم معي. وطبعا هنا في المقابلة دي لازم تكون بتعرض على طول ما تبدأش ان ان انت تعمل المكلمة ان ان انت بتكون مسجلها وتبدأ ان انت ترس الكلام من غير مناقشة او حوار. لا طبعا لازم يبقى فيه مناقشة ولازم تدي للعميل ان هو يتحور معاك وان هو يتكلم معي. خدنا الوسيلة اللي بعد كده اللي هو البريد الالكتروني. البريد ده ان ان انت بتبدأ ان انت تبعط لي العميل اللي هي التغطية التأمينية او الوسائق اللي هي مناسبة لاحتياجاته او لامكانياته. فهو يبدأ ان هو يشوف الوسائق دي قبل ما انت تروح له للمقابلة. يعني انت ممكن تستخدم طريقتين اللي هي طريقة ان انت تبعط له في البريد الالكتروني او رسالة تبعط له التفاصيل للتغطية. وبعد كده ان انت بتلحره المقابلة. اهم حاجة ان المقابلة دي لازم تتمي. يعني الاساس بالنسبة لي هي المقابلة. المقابلة دي مع العميل. طبعا هنا ان البريد الالكتروني دي انا ببعط له التغطية التأمينية بكل التفاصيل بتاعتها. عشان المقابلة بتاعتي بتكون المقابلة بتاعتي بتكون ممكن تكون وقت قصية. وبعد كده اخدنا اللي هو الطلب التأمين. وطبعا احنا ما ما تكلمناش عليه. احنا عرضنا شكل طلب التأمين. لان لأسف حلقتنا انتهت. هنكمل واستنوني في الحلقة الجاية. هنبدأ نعرف ازاي يملى طلب التأمين. اتمنى لكم التوفيق وهي للقاء. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة